أيام قليلة وسيكون الناخب الأمريكي على موعد مع انتخابات الرئاسة التي ستحدد ساكن البيت الأبيض التصويت المبكر حقق في تلك الانتخابات معدلات قياسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وتخطى 60% من إجمال المشاركة في 2016 حيث وصل عدد الناخبين الأمريكيين الذين أدلوا بأصواتهم في التصويت المبكر إلى أكثر من 85 مليون من بينهم 9 ملايين في ولاية تيكسس لتصبح ثاني ولاية بعد هواي تتخطى حاجز العدد الإجمالي للمشاركين قبل الانتخابات التي تجرى الثلاثاء المقبل وبحسب موقع مشروع الانتخابات الأمريكية التابعة لجامعة فلوريدا فقد صوت أكثر من 30 مليون أمريكي عبر التصويت المباشر وما يزيد على 57 مليون عبر البريد وذلك في ظل قلق الناخبين الأمريكيين من فيروس كورونا وقبيل أيام من انتخابات الرئاسة وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإحياء الاقتصادي وبصناعة لقاح لمكافحة وباء كورونا كما شن هجوما على منافسه الديمقراتيج بايدن محذرا من أن الأخيرة سيدمر المحكمة العليا في الولايات المتحدة إذا تم انتخابه رئيسا للبلاد وأنه سيملأ المحكمة بقضاة اليسار أما بايدن فاتهم ترامب بالاستسلام في الحرب ضد فيروس كورونا الذي قتل ما يقرب 229 ألف أمريكي وأصاب ما يقرب 3% من السكان مشيرا إلى أنه لن يسعى إلى فرض حالة الإغلاق في الولايات المتحدة بسبب كورونا في حال فوزه بالانتخابات وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ترامب يتخلف عن بايدن على المستوى الوطني وفي الولايات المتأرجحة وأن المدة الزمنية القصيرة المتبقية على إجراء الانتخابات لم تمنح ترامب فرصة أخرى لتعديل استطلاعات الرأي الناخب الأمريكي الباحث عن سياسات أفضل تعيد أحوال البلاد إلى ما كانت عليه ويواصل المرشحان محاولة حسم المعركة الانتخابية عبر زيارات مكوكية وسريعة وسط غرب البلاد الذي يحتضن الولايات المتأرجحة والتي لم يحسن بعد أمرها في خياراتها الانتخابية وهي تقليديا ما تكون الولايات التي تمنح الفوز أو الهزيمة كما أنها قادرة على تغيير مصار الانتخابات في الساعات القليلة التي تفصل البلاد عن موعد التصويت